طيب أبدأ برضو بكابتن حشيش شايف إيه على مطشة بكرة؟ بص يعني شايف نظر التفاول من الناس كلها وأولهم طبعا الجهاز الفني واللعيبة ودي حاجة طبعا يعني كويسة بص إحنا لو تكلمنا على الورق المطش صعب جدا قدرات مختلفة قدرات جمدة المتين وعشرة ديئة للأبناهم سواء المائة وعشرين اللي هناك في نهاية إفريقيا أو التسعين الأبناهم هنا تفوق ملحوظ طبعا هجمتنا على استحياء ما بين كل فين وفين تعملك واحدة كده هم هجمتهم خطيرة كل كرة بتعتبر خطيرة عندهم فلو تكلمنا بالورق وقلم وفرقات والقدرات والمهارات والأطوال والسرعات واللي 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 والنتيجة اللي هي في قرف الكرة بتعتبر برضو يعني كويسة ومش كويسة دي هتودينا في اتجاه عدم التفاول إنما إحنا كلنا عارفين الكرة فيها نسبة توفيق غير عادي بازل جهد مطلوب الدعا مطلوب زي ما أنت بتقول إن شاء الله بإذن الله ربنا يكون يعني اللعيبة دي في حالتها لأنه هو أهم حاجة في المباراة دي إن اللعيبة تبقى بأحسن حالتها في يوم المباراة وممكن يكون العكس إنها حالت تانية مش يومهم سيئين مش قادرين يقفوا على رجليه وارد كل حاجة في الكرة بتعمل اللي عليك قبل المباريات من تدريب واستشفى وحاجات كتيرة جداً وبتوصل لغاية المباراة تلاقي جسمك مش قادر تلاقي يعني مش ماشية فإحنا بنطلب دي إنها تكون موجودة طبعاً ليه فريق السنغال وبنطلب من ربنا العكس إن إحنا نبقى كويسين وبنقول يا رب كله إن شاء الله